الرئيس عقد مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي بقصر الاتحادية وأكد الرئيس على ضرورة بزل الجهود لاحتواء الأزمة في قطاع غزة وتجنب اتساع نطاق التصعيد وجدت كمين التأكيد على موقف مصر الراف التمامة للنزوح أو التهجير القصري لسكان القطاع سيدة الرئيس أيضا حضر من خطورة الأزمة في قطاع غزة خصوصا أن في حوالي 6 ألاف من المدنيين في غزة سقطوا نصفهم من الأطفال شهداء تعالوا نشوف كلمة سيدة الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية السيدات والسادة اسمحوا لي أن أرحب بكم وأن أنا أرحب بك فخامة الرئيس في زيارتك لمصر اسمح لي أن أنا أسجل بكل تقدير وأحترام تحياتي لك وتقديري لكل الجهود اللي بتبزلها من أجل احتواء الأزمة الأزمة اللي احنا بنعيشها وهتصور أن احنا كلنا متأثرين بها تأثير كبير جدا في منطقتنا بالكامل وعلى العالم كله يمكن تحدثت مع فخامة الرئيس مطولا في أزمة الأزمة اللي احنا بنجابها دلوقتي أزمة قطاع غزة وتكلمنا بتفصيل شديد وبعمق شديد في جهود لاحتواء هذه الأزمة والعمل على أن هي يعني ما يكونش لها تداعيات أكتر من اللي احنا بنشوفه دلوقتي اتفقت مع فخامة الرئيس على أهمية أن الأزمة الحالية لا تتسع لتشمل يعني عناصر أخرى أو مناطق أخرى ويبقى بس يقتصر الجهد والعمل اللي احنا بنعمله على أن احنا نحتوي التطورات اللي بيتمر بقطاع غزة قطاع غزة ده معناه أن احنا ببساطة ننظر بخطورة شديدة جدا من اتساع دائرة العنف وأن يشمل أطراف أخرى داخل الإقليم أو المنطقة ومخاطرها الشديدة جدا على الاستقرار والأمن في منطقتنا واحنا توفقنا على أن النقطة دي محتاجة أن احنا نتحرك ونعمل بشكل مكسف فيها من أجل منع مزيد من التظاهر في الموقف في منطقتنا أيضا تكلمنا على أهمية احتواء وتحديقة الموقف في غزة وهنا بنتكلم ولازم أسجل دي أولا لتفاهم رئيس مكرون الحقيقة لفكرة أن عملية النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع في اتجاه الأراضي المصرية أمر شديد الخطورة وتوافقنا على أن ده أمر مش مش احنا في مصر مش هنسمح به فقط لا ده خطر جدا على القضية في حد ذاتها لأن ذكرت النهاردة قضية حل الدولتين وهذا أمر أيضا توافقنا عليه على أن هو غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان أحد أسباب التدعيات التي نرىها ليس في هذه الجولة في خمس جولات من الصراع خلال العشرين سنة التي فاتوا غياب الأمل حالة الإحباط اليأس ده كل دي كانت عبارة عن أسباب قدت إلى الاغتتال اللي احنا بنشوفه بشكلها وبآخر فاتفقنا على أن خروج الفلسطينيين ده مش حل لأن زكارة الحل الدولتين لم ينجح والفلسطينيين موجودين على أراضيهم على أراضيهم يبقى مش معقول أن هم ممكن ينجح وهم مش موجودين على أراضيهم دي نقطة الهدف بتاع الحرب المعلن أنه هو يعني تصفيد حماس والجماعات والفصال المسلحة اللي موجودة في القطاع وده هدف أنا يعني كلنا عارفين كويس قوي والخبرات اللي موجودة لكل القادة على مختلف المستويات بدول مختلفة نازل أمر بيحتطل بسنوات طويلة جدا ويمكن ده أيضا من ضمن الموضوعات اللي احنا تحدثنا فيها على أهمية أن احنا نسعى من أجل عدم الاجتياح البر للقطاع وده أمر في انتهى الأنبياء أنا بسجله هنا لأن الاجتياح البر قد ينتج عنه يعني مش تحديات لأ يعني ضحايا كثيرين جدا جدا من المدنيين ويكفي أنه حتى الآن احنا بنتكلم ما يقلب من ستة آلاف ستة آلاف من المدين سقطوا حتى الآن نصفهم تقريبا من الأطفال نصفهم تقريبا من الأطفال ويجب أن نضع ده في عين الاعتبار في استمرار الأزمة وعدم وضع السلامة سلامة المدنيين في الاعتبار عند التعامل مع الفعل العسكري الإسرائيلي في القطاع نقطة أيضا توفقنا على أن احنا نعمل فيها بجد وهي ادخال المساعدات الإنسانية بالحجم اللي يتناسب مع اثنين وثلاثة من عشر مليون فلسطيني موجودين في القطاع والنهاردة احنا بنتكلم من سبع أكتوبر لغاية النهاردة تريبا دخلنا في 15 يوم والقطاع تحت الحصار الكامل وبالتالي وقطع الكهرباء وقطع المياه وقطع الوقود عنه وده أمر كان ليه تدعيات كبيرة جدا على الحالة الإنسانية داخل القطاع وإحنا قلنا أن احنا هنا متوافقين أيضا على أهمية أن احنا نتحرك في ادخال مزيد من المساعدات وهنا أسجل شكر لفخامة الرئيس لأنه وعد بإرسال سفينة مستشفى إلى لتأخديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها يعني يحتاجها من المصابين الفلسطينيين أيضا تحدثنا على أهمية إتاحة الفرصة والوقت أن احنا نعمل على إطلاق مزيد من الرهائن ومزيد من الأسرة اللي موجودين في القطاع وده من خلال تهديئة الموقف ما أمكن تهديئة الموقف ما أمكن حتى نستطيع أن نعمل من أجل إطلاق مزيد من الرهائن والأسرة الموجودين لدى حماس إحنا في مصر حرسين على أن احنا نقوم بدور إيجابي جدا جدا في هذه الأزمة من خلال تفاهمنا ومن خلال معاشرتنا للواقع تطور القضية الفلسطينية وأن القضية الفلسطينية قضية القضايا بالنسبة لنا وبالنسبة لمنطقتنا وأن الرأي العام العربي والإسلامي متأثر جدا جدا ومقدر جدا جدا قد إيه حل القضية دي حيكون ليه إنعكاس كبير جدا جدا ويمكن حد يقول هل في فرصة حقيقية لمكافحة الإرهاب أنا بقول للرئيس ماكرون أن فكرة دي بدأت في مخيمات نتيجة مخيمات الفلسطينيين نتيجة فقد الأمل ما فيش أمل ما فيش فرصة إن إحنا نديهم دولة الدولة دي تبقى جنبا إلى جنب مع الدولة الفلسطينية تحترم وتحافظ على أمن الإسرائيليين وأمن الفلسطينيين بكل الضمانات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف لما فقد هذا الأمل لما فقد هذا الأمل ولما الممارسات اللي كانت موجودة خلال السنين الأخيرة اللي فاتت فيما يخص المسجد الأقصى والتوسع الستطاني اللي موجود كل ده كان عبارة عن تغزية لحالة الكراهية والغضب اللي إحنا محتاجين نفرغها بأن إحنا نحي مرة تانية عملية السلام في المنطقة فيما يخص حل الدولتين توفقنا مع فخامة الرئيس علينا نتحرك سويا ونعمل سويا من أجل هذا الهدف النبيل هو احتواء الأزمة عدم تسعيدها ادخال المساعدات تخفيض التوتر ما أمكن عدم أو السعي إلى عدم دخول أطراف أخرى في النزاع الحالي وهنا أنا بسجل مرة تانية شكري الشديد باسمي وباسمي كل إنسان مخلص في منطقتنا للرئيس الفرنسي ماكرون على الجهد وعلى الحركة اللي بيبذلها من أجل احتواء هذه الأزمة وهذا الأمر حننجح فيه لأن الإخلاص في العمل من أجل الأبرياء ومن غاج المسلمين لازم ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا فيه وبقول لرئيس ماكرون أن التاريخ هيشهد لك منك أنت بتبزي الجهد كبير قوي قوي كان زار إسرائيل وزار رامالة وزار الأردن والنهاردة في مصر يمكن في خلال يومين أو تلاتة فقط الجولة الكبيرة دي فخمت الرئيس نحن بكل التقدير والاحترام والإعجاب والشكر لشخصكم ولفرنسا وثق إن لك في مصر أصدقاء حرسين أيضا على العمل سويا من أجل تحقيق السلام ونزع فتيل هذه الأزمة اللي احنا كلنا بنتألم على الضحايا اللي موجودين فيها يمكن كان فيه حد يقول لي يا ترى أنتوا يعني تقبلوا أن يبقى فيه وجمع المدنيين لا طبعا نحن ندين كل الأعمال التي تمس المدنيين كل المدنيين ما فيش كلام في ده لأن المدني ده ملوش علاقة بالغضب والألم والحل اللي احنا فيها بس أنا عايز أقول مهمة قوي إن احنا واحنا بنتكلم في النقطة دي نتكلم فيها بمعيار واحد يعني المدنيين اللي هنا والمدنيين اللي هنا مرة تانية برحب بك فخمت الرئيس أهلا وسهلا فضل ترجمة نانسي قنقر